الجلسة الاعتيادية رقم 52 لمجلس الوزراء في إطار دعم الحكومة للقطاع الرياضي وبهدف مؤازرة رحلة منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل في دولة قطر وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة النقلي بتسهيل رحلات جوية مخفضة للمواطنين الراغبين بحضور البطولة ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة كما وجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول الموافقة على تمليك العوائل المهجرة والنازحة من منطقة صلي في محافظة البصرة الأراضي المخصصة لهم سابقا خارج حدود بلدية البصرة بالسعر الحقيقي الموافقة على إدراج إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023 الموافقة على مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي وإرساله إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصوليا الموافقة على زيادة رئيس مال الشركة العامة لإدارة النقل الخاص ليصبح 30 مليار 301 مليون 762 ألف 716 ألف دينار فقط الموافقة على إحالة مشروعي تأهيل سور نينوى وقلعة كاركوك ضمن مشاريع تأهيل وصيانة الآثار إلى الشركات الرصينة المعتمدة من منظمة اليونسكو الموافقة على توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة مقر اتحاد مجالس البحث العلمي العربية إلى العراق